أعزائي المشاهدين أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامتكم أمريت الخير في الحقيقة أحب أبتدي الحلقة بحديث كدسي عن المولى عز وجل ربنا عز وجل بيقول لعبده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال العبد وكيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين قال الله عز وجل وجدت عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه أولا ما تعرفش لو أطعمته كان هيحصل إيه لو وجدت ذلك عندي سبحانه وتعالى ربنا عز وجل بيعلمنا معنى الرحمة إزاي نطبطب على قلوب بعض إزاي نجبر بخاطر واحد يمكن يكون قلبه مكسور إزاي نعرف نسعد إنسان عشان كده النهاردة هنكلمك عن الوكن الثالث من الإسلام وهو الزكاة مع شيخانة الجليل محمد حمودة من علماء الأظهر الشريف السلام عليكم أهل لنا أستاذ أمير حضرتك مشرفنا ونوارنا النهاردة أنا اللي أشرب بيك وإنت غالي علي خلص فأجيلك في أي وقت أشكرك يا أمير أشكرك عايزين نقول للناس يعني إيه زكاة يعني الناس عرفة أذكي عشان المولى عز وجل ما يعزبني الشوم الأيام ما دوقنا أساسي في الإسلام لكن معنى الزكاة المعنى الغباني للزكاة نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على هداه واتبع ملته إلى يومي أن يلقاه فإذا ما قابل النبي في الجنة التزمه وحياه تعالي قبل ما نتكلم وننفع الناس وننفع نفسينا بكلام جميل من دن السمح دن اللي احنا بنفتخر به وبنعتز به وبنتمنى أن يكون معنا في الدنيا ونيس لنا في الآخرة تعالي ندعي للمكروبين والمحزنين والمتألمين في كل مكان فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم في هذه الليلة التي انتصفت أسأل ربنا لكل مكروب أن يفك ربنا كربة ولكل مهموم أن يزهب ربنا همه وأسأل الله العظيم أن يفرح البنين والبنات وأن يسطر الأزواج والزوجات وأن يبارك في الآباء والأمهات وأن يباعد عن بلدنا هذا الوباء المنتشر في العالم أسأل الله العظيم أن يحفظ مصر من جميع نواحيها وجميع حدودها وأن لا يهلكها بسنة عامة آمين 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 الأستاذة طبعا نحن نتكلم في ركن الركيم من أركان الإسلام وهو كان تفضلت حضرتك هو الركن الثالث الزكاة دايما نحن عندنا كأزهرية إما نعرف الحاجة نعرفها بتعريفين التعريف الأول هو التعريف اللغوي لأن اللغة قاسم مشترك عند كل من يتكل حضرتك بدم تفهمي عربي يبقى لازم نتفق إحنا بنتكلم في إيه ممكن يكون مراضي في الزكاة عنده غير الزكاة عنده فالعلماء لهم سمت جميل ولهم شغل جميل ساعة ما يتكلمه في قضية يقول له تعالى نتفق الزكاة في اللغة يعني إيه وزكاة في الشرع يعني إيه فالزكاة في اللغة معانيها كلها جميلة زكاة يعني نماء يعني الزرع كل ما يكبر بنسميه يزكو فالزكاة يعني النماء يعني الجماعة اللي بيبخلوا يعرفوا أنه لما يطلع فلوسه تزيد نماء وأنه لو ما أخرجش حق الفقير الذي شرعه ربنا سبحانه وتعالى في أمواله فلن ينمو هذا المال يبقى ببساطة جدا اللي عايز ماله يكتر واللي عايز ماله ينمو يخرج منه وحضرتك لما تعوز مياه جديدة بتقفلي الحنفية ولا بتفتحيها تفتح عشان تجي بمياه إيه فالمال كما قال سيدنا عليه وهو بيعمل مقارنة بين العلم والمال فقال والعلم يزكو على كسرة الأنفاق العلم يزكو يعني ينمو جاء من كلمة زكاية على كسرة الأنفاق والجماعة اللي جربوا الحال ده مع الله إن كل ما يمر في ديئة يصرف يتلاقي الديئة راحت والفلوس زادت صحيح دون ناس مجربين الكلام ده مع رب العبادة سبحانه وتعالى اللي هو بيتغلب على بخل نفسه أسوأ اتنين في الوجود أميرة هانم هو البخيل والشحيح هو مين؟ هو في فرق بين البخيل والشحيح شطرة كده كده يبقى أنت صحية مش هتنامي طبعا فيه فرق كبير بين البخيل والشحيح البخيل من بخل بماله والشحيح من استكسر إنفاق الغير أعيدها تاني البخيل اللي هو معه فلوس ومش عايزي ويطلع بقى بصي الكلام التعبان بتاع أصحابه القرش راوية دي ينفع في اليوم لسود وهو اللي عمالي يكلموه في أسماء الله الحسن يقول النافع الدار يعني مش المال صحيح اللي نفع هو الله المال بتاعك لقدر الله لو أن الله ابتلى إنسان بمرض من الأمراض الحديثة دي التي لو أنفق ما في الأرض جميعا انتهت صحيح انتهت القضي يبقى فحضرتك ده البخيل أما الشحيح لما شوف أميرة هانم بتصرف يا إيه اللي بتعمله ده هي ما تلم فلوسها شوي هي بتتمنظر على الناس هي مش عدت بنتي عم أنت ما بتصرفش فهذا هو الايه هو الشحيح الذي يبخله بما هو لا ينفق هو ولكن يريد من غيره أن وده طبعا حضرتك الجماعة أهل الشح دول رب العبادة سبحانه وتعالى يعمل لهم عرض خاص يعمل لهم ايه الجماعة الحرمية يتعرضوا دول يتعرضوا أما بتوع الشح دول رب العبادة يقولي وأحضرت الأنفس الشح دول أحضروا بصي بقى خد يبالك فيه فرق من حضرة وأحضرة حضرة يعني جيب راحته أستاذ أميرة جاي من بيت الستوديو جاي براحتها أما أحضر يعني بعتنا له اتنين مخبرين جابوه من أفاة الزيم ده غصب عنه بقى تعالى عم انت مجرم فلازم تيه ما احنا لو قلنا لك احنا جايين هتغرب فأحضرت الأنفس الشح وكأن رب العباد أمر الملائكة أهل هات الجماعة دول اللي باخله باعطاء الله صحيح هو ربنا اسمه ايه أستاذ أميرة من اسمه الحسنة اللي يعرف الاسم ده يريح دماغه وريح باله وما يتعسي نفسه بعبادة الدينار وعبادة الدر رب العباد اسمه الوارث طيب ربنا هي ونس ايه نعم تعالى نعم دوما عليك نعم رب العباد اللي يععد كده هو انت تقعد تسمحها في الأغاني في أول الفرح تما تفهم معانيها صحيح فرب العباد سبحانه وتعالى اسمه الوارث الشهيد فالوارث هذا يبقى خلاص انت تقعد تجمع وتسيب لولدك والدك هيسيبه لأحفادك وأحفادك هيسيبه للجيل اللي بعده ثم الله يارسه إنا نحن نارس الأرض ومن عليها وما عليه من وما وده يفكرني بالآية أنا له الأمر كله وله الأمر بالضبط كده ويرجع إليه الأمر كله سبحانه عوز فحضرتك طالما أنا هتعب ثم أتركه هذا والله الذي سيرس السماوات والأرض يبقى وقفنا عند كلمة الزكاة بمعنى إيه؟ النمو بمعنى النمو بمعنى النماء يبقى كل اللي بيسمعني دلوقتي أنت بغيتك في الحقيقة مالك يكتر مين منه اللي معاه مليون مش عايز يبقى تنين؟ مين اللي معاه مصنع مش عايز يبقى مصنعين؟ مين اللي معاه مزرعة مش عايزة تبقى مزرعتين؟ مين اللي عنده عمارة مش عايزة؟ إذا أردت أن ينمو مالك فآخرك حق الله منه ليه بقى؟ لأنه إحنا عندنا غسيل أموال شرعي الغسيل اللي هو التطهير اللي هو إخراج الزكاة مش غسيل الأموال بقى أنه مقدرات وبعدين يدخل في تجارة مشروعة لا ده الغسيل المزموم وهذا مزموم شرعا ومزموم قانونا وعرفا في غسيل أموال حلال آه في غسيل أموال حلال إن مالي ده مالي إذا لم أخرج منه الزكاة فهو مال نجس كده نرجع بقى نخش للمعنى التالي للزكاة وهو أنها التطهير ممكن بس أسأل على حالة ممكن عايزين نقول الناس معنى كلمة المال في اللغة وليك طورت بالحلال والحرام والزكاة هقولك حاجة تشوق الناس الأول وبعدين هقولك يعني إيه مال لأنه كتير من الناس يسمعوا كلمة المال ولا يعرفوا معانيها الجماعة اللي بيعودوا يفكروا كده قالوا رب العباد سبحانك وتعالى ما رغبناش في المال والناس الأدام كان عندهم فطنة في إطلاق الأسماء على الأشياء فكان يقولوا مثلا إيه مال مال عكس استقام يعني اللي يحب المال يميل به فده مال عكس استقام والليك مال ميل يعني فلانة ميلت على فلانة مالة يمينا مالة يسارا ده عكس أن يوقف إيه ممتصب ويوقف مستقيم فأدي مال قالوا بقى مال جاي من المالان يعني دول وجماعة قالوا دينار قالوا آه ده عم زمان كانوا بيذكروا نفسهم عشان ما يدينوش فكانتوا دينار دينار ماشي وقالوا اللي يحب الفلوس وعقوا جنبها ويجري وراها ويبقى عبد الفلوس فقالوا اختصروها دارهم اللي هي درهم دارهم دارهم وخلينا بقى حضرتك يعني أنا هدي أميرة هانم هديها مليون جنيه في القوضة بتاعتها بالله عليك تعرف تنامي لا خلاص بقى على الإطلاق صحيح قاعدة بقى وقاعدة كل ما تصحي نقفل الشباك نقفل الباب سكتين لا نحط السرير ولا الباب لا مش عارفة حط السكينة تحت المخد عشان له حرامي هم ايه الحاجة المتعبة دي فقالوا درهم يعني داره ايه داره هم فاللي يعرف ان الفلوس دينوها نار والركون اليها هم فعليه ان يتخلص منها تخلصا شرعيا وهو ان ينفق على الفقراء وان يوسع على زوجاته وعياله يلبسهم ويأكلهم ويعيشهم عيشة طيبة ما يبقاش عندهم ما اللي يسكنوا في منطقة راقية ومازال يقول يعني لان سوف أعيش في جلباب أبي وروح قاعد في منطقة برطة متوسع على أولادك ولادك ممكن يتعلموا تعليم كويس وهو يقول لك خلينا في التعليق ويضيق ويجمع المال ولا يريد أن ينفقه أبدا حكيتك بقى بما اننا جبنا اسم الله الواسع بقى الوارس الواسع تمام تمام انت فايق النهاردة أمير اسم الله الواسع ربنا عزك اسم الله الواسع بقى نعم عارفة أمير انت عايزة تستريحي عيشي مع اسماء الله الحسنة سبحانه وتعالى لغاية النهاردة احنا ما نعرفش من اسماء الحسنة الا اغاني وليد توفيق لما بيغنيه دي اسماء الله الحسنة اللي عندنا الراجل يقعد يسمع بقى وسمعونا جماعة اسماء الله الحسنة والدجي يشتغل في الفرح نبتدي باسماء الله الحسنة تبعيشها انت هتعد تسمع على طول يا اخي عيش اسماء الله الحسنة فساعة ما تمر بدي وتعرف ان ربنا اسمه القابض تستريحها لما تستريحيش يبقى القابض اللي عندك ده من مين الله مش هو وانه هو اضحك وايه يعني ربنا اللي بيدحكنا وربنا اللي بايه ربنا اللي بيبكين هو اللي يخلينا مسأل حاجة تضيع مننا كده فنبكى عليه فانت بقى لما تعرفي ان شوية دمعتين اللي نزلوا دول من عند مين بقى من عند ربنا يبقى خلاص عندك قوة اعتردي ابدا هنشتغل راس براس مع البنا قدمين اما ربنا سبحانك وتعالى متفرد في جماله متفرد في جلاله لا شبيه ولا ند ولا محارب ولا حض يطول حربه اه ده ربنا اميرة بجن ان العالم كله حاجة مش متشافة صحيح الناس اللي مفكر ان ربنا هيحربهم بدبابة ومدفع ومش عارف ايه خمسة وتلاتين ولا السخوي ده مش متشافة بنتي ده العملية يعني ده احنا ضعاف قوي شفت النهاردة الصراع امريكا والصين وديها تضرب في ده وبعاين رب العبادة سبحانه وتعالى يخليهم كلهم وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عزاب الله شديد سبحانه شوف الست رابعة بأيوت لما تقول كده يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب العلماء المحققين يقولوا رابعة لا الحتة دي ضعت منه لا لن تصل لرضى الله الا اذا طلبت رضى المؤمنين من الناس لازم تعملي علاقات لازم تخرجي في الشارع وده يعكسك وده يقول لك كلمة وده يقول لك مش عارف ايه مدايقة الناس دي هي الحسنات اللي بتتحطيلك الجماعة بقى اللي يقولوا صباح الخير يا جاري انت فدارك وانا فداري دول ولا فهمه من الدين شيء لو هي كده بقى ما كان النبي تبتل وقاعد في بيته وما خرج للحياة يحط الطراب على رأسه ويجرحوا يكسروا سنته ويجرحوا خده ويشتموا نساء ويشتموا بناته لا 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 لازم نخرج حسنتي بالضبط كده فالزكاة هنا معناها التطهير يعني كل مال لا تخرج منه الزكاة فهو مال غير طاهر يبقى ده المعنى التاني للزكاة اه ده المعنى التاني ايه بقى ان الزكاة هي النماء وهي التطهير نيجي بقى للمعنى اللي سموه وانا مش عايز اتكلم لغة المدرج علشان الناس ما تملش مننا يعني للمعنى الاستراحي اللي هو اخراج جزء مخصوص من مال الانسان بنية التعبد ما احنا عندنا اخواننا صحاب الديانات الاخرى بيخرجوا فلوس بس هو بيخرجها ليه بقى؟ هل بنية التعبد؟ يقولك انسانية انسانية يبقى اللي بيدي انسانية ياخد اجر من الانسانية واللي بيدي لله هياخد اجر من مين؟ هياخد اجر من الله يبقى انت حضرتك بتخرجي الفلوس لا بتخرجيها رياء ولا بتخرجيها سمعة ولا بتخرجيها عشان يقول المحسنة المعطية المنفقة الست البركة الست اللي اديها سخية فلانت الفرنية لا انما نطعمكم لازم تحراري قضيتك انت بتخرجي سندويتش الفول ده المين؟ النية النية لازم توجه نيتك في حكاية كده انت يعرف الفيسبوك احيانا يخرج حاجات حلوة ويخرج حاجات تعبانة يخرج حاجات تخرب البلد وناس تجري وراه ويعود يخربوا في بلادهم ويخرج بقى حاجات جميلة فمن القصص الجميلة عشان نرأى قلوب الناس وما يخافوش على الفلوس ويخرجوها فيقالوا ان رجلا احدى بكريه المنظر كان يطرق بابا لامرأة عجوز كل يوم يخبط على الباب كده وبعين هي تخرج له بواجهها الكالح ومكشرة في وشه علشان هو الراجل احدب ومش عاجبها شكله يعني عايز حسين فاهم اللي يروح يخبط على الباب وياخد منها فالمهم فتقول له عايزة يقول لها عايزاكل يعني فتروح دخلة جوا جايبة مشان تلعيش تقعد تدور على الرغيف المعفن اللي ما يتكلشي وتروح مدياله ايه مدياله الرغيف يخرج صاحبنا هو ماشي ياخد منها الرغيف ويبص لها بسط حصرة على حلها هو ده اللي انت بتدين ربنا ربنا يديك العيش الحلو بتدينه انت العيش الوحش اه فالراجل ياخد الرغيف كده والله مسير اللي تعمليه يرجعلك الرغيف الوحش ده هو هيرجعلك وده اللي قال فيه ربنا ولا تعمموا الخبيثة منه وتنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه انت واحدة جاية بتقول لك يا اميرة انا ما انا بحتاج الاشارب اللي عليك تعاودي بقى تقول لك بس سواني كده انا اجيب لك احسب منه وتخش يدلابك تجيبي بقى الحاجة اللي انت بستغنيه عنها طب خليك انت في نفس الحال لو انت اللي هتطلبي الاشارب ده هتغديه مش هتغديه هذا اللي ربنا قال ولا تعمموا يعني ما تنقوش الخبيث يعني اللي لا يتاكل ولا يتشرب ولا يتلبس ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه لو احنا ادناه لكو هتغمضوا يعني لازم العبدي يعرف اللي هي بتقع في يد الله قبل يد العبدي هو العبيك كلهم عارفين ان انا تقع في يد المهم بالراجل فياخد الرغيف منها كده يقول لا يعني وما اللي هتعمليه هيرجع عليك تاني ويجي يخبط عليها تاني يوم وتدي له نفس الرغيف وهو يتمتم بنفس الكلمات وهي هتقعد تشتم فيه تقول له شحات بجح ده انت شحات مش مؤدب يعني انا بديك وبحسن اليك بتحسيني اليه بايه بالرغيف ما يتاكلشي فالمهم قعدت لها على كده 15-20-30 يوم الى ان كان لها عندها ولد مسافر فالمسافر ده راح جايب يخبط على الباب هي ظنت ان مين بقى ظنت ان الاحدى بقى اللي جاي ياخد الرغيف بتاع كل يوم ففتحت الباب فتلاقت وجدت ولدها ما من موضع في سيابه ولا جسدي الا ويشخبه دمن بتقطع كل جسمه مقطع فلما وقف ولدها ارتم في احضانها وسقط منها على الارض فجاء الذين يحملونه وادخلاته بعدين ابتدت تغيرله وتشطفه وتغيرله على الجرح وبعدين ايه بيابني اللي عمل معك كده قال لها انا جاي بحصيلة العمر انا كنت مسافر السعودية مسافر الكويت مسافر اي بلد اللي فيها الفلوس دي ورجع لك بالفات لأول لا والآخر وجايب لك هدية وجايب لغتي هدية وجايب لعمتي هدية فخرج علي النصوص في الطريق فاخذوا مالي ولكي لا اعترف عليهم اخذوا يقطعونني بالاسلحة ثم اخذوني والقوني على مزبلة فكان الزباب يلسع فيه ولا استطيع ان اتحرك وجاءت الى الحشرات وكان يأكل فيه النمل وكنت اتألم وكان لا يحن علي من الناس احدا الا رجل احدا كان يأتيني برغيف وتعفن سبحانه وتعالى فعرفت ان الرغيف اللي هي كابة تديه راح لمين راح اكلت ابنها اه يقع في اديها فحضرتك احنا عندنا بقى للزكاة هي اخراج جزء مخصوص من مال الانسان سألتين يا مباركة يا بنت المباركين على يعني ايه مال المال عندنا في الاسلام هو كل شيء متقوم هسهل هالك كل شيء مقوم يسموه علماء الشريعة مال يعني ايه كل شيء مقوم كل ما له قيمة العباية بتاعته دي لها قيمة يسموها مال البتاع الموبايل ده له قيمة يسموه مال الازاز اللي احنا ده ممكن نبيعه بجنيه يبقى كل ما تملكيه وتستطيعين بيعه ده يسمى ايه مال يسمى مال وعندنا بقى نخصص من المال عندنا فيه ثلاث حاجات في المال حاجة اسمها النقدين وحاجة اسمها الفلوس النقدين اللي هما ادهبوا الفض والفلوس كل ما عدا ادهبوا الفضة من الاموال يعني احنا الجنهات بتاعتنا الورق دي وكلنا نصرفه ما يتسماش نقدين يتسمى ايه مال يسمى فلوس فلوس لكن التانية دهبوا فض واخد يبالك فلوس جاء من الافلاس صحيح برضو ففلس فلاسة يعني او افلاسة فحضرتك المال يقال النقدين اللي هما الدهب والفض ولذلك الزكاة تقوم بايه بالذهب والفض قبل ما يجي بقى للنقطة دي فضال اكده حضرتك قلت لنا معناي فضال المعنى الاوليني النمو النمو يعني انت بتخلي مالك يمو ونفسك في العطاء بتنمو صحيح والحاجة التانية تطهير بيتهر ماله من المال الحرام صحيح والحاجة التانية بيتهر نفسه ما هو هيقولك المال حرام انت بتقولي لي مال حرام ده مالي وتعبي لا هو ربنا سبحانه وتعالى باعت معاك اتنين ونصف في المية انت كلتهم ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجة وليه نعجات واحدة انت كلت النعجة الوحدة رب العباد عشان انت مدير مصنع جيد عشان انت عندك اراضي بتعرف تديرها الفقير من ضمن اسباب فقره عدم تدبيره الجيد انت النهاردة تعالي فاكرا انت فيلم اسمعين ياسين عايز ابقى غاني فواحد جاله انت عايز تبقى غاني تبديك مثلا اربع تلاف جنيه في اليوم وتخلصهم فالفقير غالبا مايفكرش في استثمار المال يفكر في انفاقه انا عايز البسكويس انا عايز اجيب حاجر كبكويس احدث موديل انا عايز ابقى زي الغاني ما بيقولش كده الغاني تلاقيه قاعد بياكل مع العمال تلاقيه ركب عربية متواضع وهو ايه وهو مليونير فحضرتك فرب العباد اذا كان الاغنية بيقولوا ان ده 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 جهدنا لا ده مش جهدك جهدك في اللي بعد الاثنين ونص في المية فانت بقى تعمل زي الراجل اللي يام سيدنا داود وسيدنا سليمان قاعد الاباة بتاعته ها اميرة نقص على ايه على خروف واحد يعني عنده 99 خروف او نعجة فهو يقول له يعني انا بالداية كل ما الناس تقول لي عندك كم نعجة قلهم 99 اخي دهالي بقى خليني كل ما حد يسألني قلهم عندي كم فعايز كم من الاباة يعني انت متخيلة كده ان انت عند الكرافاطة والراجل ده عنده بدلة وعنده قميص وعنده جزمة كويسة وعنده مش عارف ايه وبعدين الكرافاطة اللي هي عملة للبدلة اللي انت لابسها ايه ما لا دي تنفع معي انا عايزها بقى يعني فاذا كل الاغنياء الذين يسمعوننا الان يعرف كده اوعى تفكر ان الاثنين ونصف في المية لرب العباد سبحانه وتعالى وشوفي جمال جمال المولى استاذة اميرة بصي يدينا 24 ساعة وياخد مننا نصف ساعة وخمسة نصلي فيهم بس يعني بصي بقى تخيالي كده خمس دقائق الفجر خمس دقائق الدهر خمس دقائق العصر خمس دقائق المغرب خمس دقائق العصر نصف ساعة وخمسة من كان بقى من أكبر وخمسة انت بقى خد 23 ساعة ونصف لخمسة ويضر ربنا نصف ساعة ويديك 11 شهر تاكل فيهم اللي انت عايزاه ويقولك صومي لي شهر واحد ولو حسبت الشهر الحقيقة انا بنصوم الشهر للمنهار ولا نهار بس يبقى كم يوم 15 يوم يبقى في السنة كلها اللي انت بجعيه 15 يوم 15 يوم من 366 يوم يعني 351 يوم تاكل كباب تاكل سمك تاكل كفتة تاكل اللي انت عايزاه وتصومي في السنة كباب 15 يوم ويقولك بقى تعيشي 60 سنة تمتعي بفلوسك وعايزك تروحي لشهر بس للكعبة سبحان الله ايه الرب اللي يدي ده كله ولما يطلب هو معرف يا سلام يا دكتور محمد الناس ما تعويتش في معنى الحب حب المولى عز وجل او يعني انا وقات المالة على حبي على حب ايه زو القوبة واليتامة لا لا حب ايه الاول انت وقعت في حرط السقين فما تتكلمي احنا عندنا كلمة وقات المالة على ايه على حبه انت عند كده على حبه ايه على حب الله ونعم بالله والتاني بقى فيه تفسير تاني وقات المالة على حبه ايه على حب الانفار هو حابب ان ينفر سبحان الله فيه واحد بيدي الماله هو حابب ايه يقول هذا مال الله ويعوده الى فقراء الله يعود الى عيال الله التاني بقى لا ده هو عنده انت عارفة الجماعة بتوعى كيف اللي تكيفه في ناس عندها كيف ان تتصدق في ناس عندها كيف تخرج بجيوبها مليانة ترجع البيت مش لقى تاكل دول دايقوا بقى دايقوا تعمل محبة اه طبعا مالي اه وحضرتك الذي ينافس في قلبه او المنافسة اللي موجودة في قلبه بين الله وبين المال خبه وخسر اللي يقول ربنا والمال لا الله لا شريك له الله لا شريك له ولازم تطهاري قلبك يوميا بص يا استاذ اميرة قالوا من عظمة امير الشعراء لماذا سمي امير الشعراء احمد شوئي تولى لواء الامارة ويقال عليه امير الشعراء العرب رغم انه كردي يعني رغم انه يعني اللغة العربية دخيل عليه قالوا امير الشعراء كان من عادة الملك ان يختبر الموجودين في قصره فيرملهم الدنانير على الارض فاللي يميل وياخد يبقى عارف هيتعامل معه ازاي فلما القى لأحمد شوقي هو صغير دي نارا زهبيا على الارض اذا بأحمد شوقي ينظره الى السماء فالسيرة الذاتية دي او احمد شوقي العظم حتى كل الصور البروفيل اللي تطلع له في الجرايد في التمثال بتاعت لا احمد شوقي بصص فيه بصص بصة جميلة للسماء وكأنه يقول ان رزقي ليس عند الملوك ولا الامراء ولا في القصور ولا في البلاط وانما الرزاقه هو الله خلينا مع الله يا بنتي صحيح خلينا مع الله والله الى النحية حياتا طيبة ولا النور زخ رزقا طيبا اجمل حاجة ان الفلوس تفضل في جيبك ازاي ان رب العباد ما يدلكيش مليون جنيه ويصلتك على هلاكته في المستشفيات يجيب لك ولد في البيت ولد تعبام في اخلاه وانت تحط الفلوس ما تجيش تتلاقيها فاجمل حاجة ان رب العباد سبحانه وعندما يرزقك هذا المال يبقيه يبعى عندك رصيد مش يفنى يعني فانا اوصي الاغنياء اللي موجودين الا حق الله وتعالي بقى اقولك حكاة بسيطة ولا هاخد التصوات ونرجع ناخد التصوات السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلي يا سلام عليك حضرتك انا هسا جدا اول حاجة لحضرتك ولي انا والدي كنكلم حضرتك منطبرا اللي هو الوالدي الموارد بيعطت امراض وحفظتك والدي سيلي كيف يبتعونه على ابا الحياة ايه ايه تحية انا قلت فاية لحضرتك لا 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 ابدا ابدا انا بس حب اوضحها شكرا جزيلا لك اوضح عليك انا حب بس اوضح حاجة احنا لما بيبقى في حالة معنا وبيجينا متبرع بنقدر نساعدها لهم مجيش ما بنقدرش اللي احنا نعمل حاجة الا لما المتبرع يجي فان شاء الله يعني ربنا يوزقنا ويوزقكم ومتبرع على حالتكم ان شاء الله يعني ربنا اللي غازق كرويس سبحانه وتعالى طيب نرجع تاني القصة بتحيط القصة الجميلة اوي سيدنا ملال ابن رباح ده شغلته ايه مؤزن الرسول تحيط بعدما مات بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص انا كنت قاعد جنب النبي وحرمت من الجهات في سبيل الله سنوات طويل بدن مات النبي خلاص اي حد يأزن ونخرج فخرج سيدنا بلال وانضم الى الجيش في الشام فجلس اليه احد الشوام اخي من سوريا كده اعجب جنب بلال قال له انت بلال مؤزن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم فقال قل لي كيف كان ينفقه رسول الله خلال الله قل لنا بقى النبي كده كان بيتعامل مع الفلوس ازاي يعني كيف كان ينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم وشوفي بقى الاجابة المفاجئة يعني خد بالك محدش بيسأل النبي اللي مات ودرعه مرهونة دي الجماعة اللي شككوا شككوا براحته احنا هنا نقول وهم ما شككوا كل واحد يروح لربنا بقى يصرف معه الجماعة النبي مات وما في بيته مال طب اين مال السيدة خديجة طب الجماعة اللي كانوا بقولوا النبي كان بيأخذوا عشان المال طب عنده 30 غزوات فيه الفلوس بتاع الغزوات صحيح فين دي فين خلاص يبقى النبي ما جاء ليجمع مال ولا ليطلب مال فالراجل بيقول لسيدنا بلال رضي الله عنه عن سائر الصحب الكرام فقال له يا بلال دلني كيف كان ينفقه رسول الله فيقول له سيدنا بلال كان الرجل يأتينا عريانا لا مال له ولا طعام لأولاده بيقول له ايه ما بيقول له كان يجي للنبي واحد عريان عليه جلبية واحدة والجلبية مقطعة عريانا لا مال له ولا طعام لأولاده جاي للنبي بيقول له يا رسول الله انت شايف حالي عايزة تكسي وسايب ولادي في البيت مش لقين يأكلوا ما عندهمش طمر ما عندهمش اي حاجة فالرسول يقول لسيدنا بلال ايه يا بلال اذهب فاقترض له يا بلال شوف حد من الجماعة اللي معهم الفلوس قول لهم سلفونا ارشين النبي بيستلف لنفسه اميرة ولا بيستلف لمين المؤمنون شوفي بقى انت متخيلة ناس معاها الفلوس وما اتطلعش والنبي يستدين عشان يطلع حضرتك اللي ما معاش خلاص ما يلزموش ده فكرني لو الاية بس بقولها صح من ذا الذي يقرض الله قرد الحسن من ذا الذي يقرض الله قرد الحسن فيضعفه له اضعفا كثير سبحانه وتعالى ها قلت لي هو بيقترض عشان المؤمنين لا وخدي كمان بقى اللي حصل لسيدنا بلال فذهب سيدنا بلال واقترض من مؤمن من يهودي يعني ما كانش حتى من اهل الايمان وواعد سيدنا بلال لو معاك اتصال اقطع وكمل لا احضرت فضل لحنا ناخد اتصال بعد طيب فسيدنا بلال راح اقترض من واحد يهودي واداله معادي احنا هنديك الفلوس دي بعد شهرين اليهودي قبل شهرين ثلاثة راح داخل سيدنا بلال سيدنا بلال داخل الجامع يدن راح دخله قال له اتذكر الموعد يا بلال انت حارف انت هتسد الفلوس امتى فقال له اذكر قال ان لم تعطني مالي لاردنك عبدا راعيا للغنم عندي لو مدتنيش فلوسي هرجعك روايع غنم تاني وتبقى عبدا عندي هو بيكلمه باللغة الجاهلية لان اللي ما كانش يسد دينه في الجاهلية ينتقل من الحرية الى العبودية فهو بيكلمه ماليش زعب الاسلام هو يعني فاذا بسيدنا بلال يبيته مهموما ويروح مروح البيت بقى قبل المعاد المعاد بكرة راح جايب بقجة وحط فيها الرئيش اللي هيكلها وحط فيها مثلا الهدوم خلاص هيبع عبد المعاد فيه الفلوس والمال كثير يعني واذا بسيدنا بلال ينام مهموما ناكدا من الدين والراجل هيجي اخده بقرة يرجعه العبودية تاني فاذا برسول الله يرسلوا اليه قبل الفجر احضروا بلال فيأتي بلال رضي الله عنه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا بالباب انت شفت حاجة على الباب يا بلال قال له يا رسول الله ما رأيت شيئا تخيالي بان فيه حاجة على الباب كبيرة اهو سيدنا بلال ما شفهاش من هم الدين اهو وسيدنا بلال مستدين لمين مستدين باسم النبي لوحد فقير فقال له يا بلال هل رأيت شيئا بالباب قال والله ما رأيت شيئا يا رسول الله قال لقد ارسل الينا اميرة فدك اربع نوك ليه انسى الجمل اربع نوك محملة بالمال والمتاع خزها وسد دينك واجعل الباقي في بيتك يا سلام هذا ديننا وهذا إسلامنا وهذا نبينا الذي كان يعتمد ويتوكل وجعل الله كفيلة له والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر الناس كلها خايفة تفتئر الناس كلها خايفة تأكل فول 3-4 ايام 5-4 ايام الناس خايفة من الفقر ولو أنهم استمساكوا بأحمال الله لبارك لهم في القليل أو رزقهم الكثير نحن نتكلم بقى عن يعني جمال الذكاء ففي حد بقى يتصل بنا وعمل مكلمة من أجمل مكلمات في حياتي ماذا قال؟ هتقول لنا حيلا سلام عليكم عليكم السلام وصلا بركاته فضال يا تدسوح سلام عليكم السلام وصلا بركاته لو سمحت أعيز أسأل فضلت السفة على حياته هم قالوا لي أنت هتقولي حاجة قبل ما تتسألي فضلت الشيخ بس عشان نفرح بيها أيوة أنت سأل الله بإسم الله يعني ربنا يجعلني يعني سبب بإني أساعد بالأخت زي نبلية تلبها المساعدة اللي اتصلت قبل الله شكرك أستاذ ربنا حضرتك بس وقت التلفزيون وإسم الله أسأل حضرتك بضعاء حاضر حاضر أشكرك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لك في المال والأهل والولد وأن يباعد الأمراض عن كل جسد أسأل الله أن يفسح لك في بيتك ويفسح لك في رزقك ويفسح لك في أخلاقك ويفسح لك في قبرك ويجعلك على الصراط تسيرين سيرا هينا حسنا وأسأل الله العظيم بقدر ما أعطيته وبقدر ما تعطي أن يبدلك ربنا سبحانه وتعالى بذلك قصرا في الجنة وأسأل الله العظيم أن تكون من الناظرين والناظرات إلى وجه ربنا يوم القيامة وأن يملأ بيتك بالخيرات وأن يرزقك التقوى والسترة حتى الممت اللهم أمن الدعوة الحلوة دي يا شيخ الله يكرمك أستاذ أزاكم الله خير معينا مكرمتان مرحبا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم الله وبركاته مكرر الشيخ ما سمحت طبعا فضلت الشيخ ما فضل حلو فضل فضلت الشيخ ما حدقتك عندي سؤال في الموارسة فضلت الشيخ فضل اسمعنا من الكيفون من فضل عمي أبوه كتاب له أرب أكتر من أخواته كتاب له أرب إيه السبب يعني كان دلوعة حاجة زي كده دلوعة يعني كان مثلا إيه أنا هو الشيء مدلعه يعني شيء محبة أكتر من كده تفضل تفضل ذات هم كل ماتوا طبعا أولاده عارفين الكلام دوت نعم طيب ذات هم معلوم ودر ولا معلوم شيء حاضر أجيبك الأحفاد يعني الأحفاد أجيبك استوعبت كلامك تمام كلامك واضح أجاوب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أسوأ المضيعين في هذه الحياة من ضيع حق وارث ربنا سبحانه وتعالى يسر الميراس للجاهل والعالم فجعل آيات الميراس في سلاس آيات الآية 11 والآية 12 من سورة النساء وآخر آية في سورة النساء الآية 176 عشان الكل يعرف الأحكام رب العباد قال في آخر الآية الأولى أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيم فإذا رب العباد أنزل المواريس بعلمه وبحكمته وهو الذي خلق النفس البشرية ويعرف ما ينفعها أولا الأخ الذي توفى وظلما في هذا الميراس هذا زنب سيحاسب به يوم القيامة ولكن يا حبيبنا عندنا إشكالية إذا كان كتب ذلك وأصقه بالقانون فكلام الشيخ لا يرد كلام القاضي كلام القاضي حاكم على الشيخ القاضي قاضي على الشيخ وقاضي على الناس كلها فإذا كان مع الأولاد سك كاتبوا أبوه مسجلوا فلا كلام بعدها لأن التعقيب على رأي القاضي ظلم لماذا؟ لأن القاضي لا يحكم في القضية إلا بعد تحقيق فإذا كان الأوراق الموجودة معاهم ممهورة بختم النصف فانتهت القضية ولا تسأل فيها أحدا أما إذا أراد الأولاد أو الأحفاد أن يبرئوا أباهم من هذا الظلم الذي ظلمه فعليهم أن يعطوا أصحاب الحقوق حقهم فالله هو الذي تكفل بقسمة المواريس ولا يجوز للإنسان أن يعدل على أحكام الله والله أعلم شكرا جديدا شكرا معنا مكلمة ني سلام عليكم عليك سلام سلام عليكم فضل يا ممارك سمحت أعيزة أسأل فضيت الشيخ في حاجة مهمة أولا طوام فضل شكرا سلام عليكم يا أستاذ جزاكا لكم بقول لحضرتها مثلا معي كم حالة اللي هم المساكين والفقراء وعندي مشكلة الوحدة وخلصتها لأ يعني كنت قيلة للترفين عايزة عدوة ففيه طرف عيدها وفيه ناس تانية عندهم نفس المشكلة أنا أعمل أدي للي هي صحبة المشكلة اللي حلت لها المشكلة نفس المبلغ وأديها تاني ولا حل مشكلة ناس تانية أنت حضرتك أمينة على هذه المبالغ فعليك أن تتصرفي فيها بما يرضي الله وتشوف الصالح للحالات اللي موجودة معاك وأنت في حرية تامة طالما خلت النفس من أي شبهة وأي ضغينة أنت حضرتك القائم على هذه الأموال لابد أن يتقل لها فيها لأنها أموال الناس فعلينا أن نتقل ربنا فإذا كانت الحالة اللي موجودة اكتفت وانتهى أمرها فانتقلي إلى الحالات الأخريات وإذا كنت عايزة تعملي عملية طردية للحالات بأنه ممكن ندي كل واحد مبلغ وهم يتصرفوا فبها ونعمة افعالي ما يرضي الله ولا حساب عليك سبحانه وتعالى طيب إحنا كلنا نتكلم بقى على الزكاة وقد إيه الزكاة وإحمدنا طبعا الزكاة لغة عالمية دي حقيقة الديانات التلاتة بتخرج ولكن تخرج بأسماء أخرى بس في معنى تاني يعني شديني أو في القرآن الكريم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أو لا ببعض دي كانت في الورث في الورث أنا حسيت لهو بعديها بقى الأمر بالمعروف أنه يعلمه والصدقة لهو يقصد بها الزكاة وحضرتك احنا خلاص الحديث يوضح هذا الأمر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أول رسول له ينوب عنه فأرسل سيدنا معاز إلى اليمن فمن ضمن نصايح النبي لسيدنا معاز فقال له خذ الجماعة اللي مش فاهمين الإسلام مفكرين الإسلام لما جاي فتح مصر كان جاي ياخد فلوسها هو لو الإسلام جاي ياخد فلوس مصر عشان يوديها المكة والمدينة كان عمر بن الخطاب خليفة المسلمين يبعط لعمر بن العاص ويقول له إن لم أجعلك وليا على مصر لتكون طعم ملكة ولأهلك الناس بتموت في المدينة وأهل مصر منعامين هنا قال له يا أخي اللي فائد من عندكم الإسلام ما كانش جاي يفتح البلدان عشان ياخد فلوسة زي ما عملين يشيعوا في هذه الأيام الإسلام بيقول له انت والي مين والي مصر يا والي مصر خد من أهل مصر الأغنياء ادي مين أهل مصر الفقراء وإن فاض شيء فأرسله إلى بقية الفقراء في العالم فحضرتك نحن النهاردة الرسول حددها نحن الجماعة الأغنية ناخد منهم أموالهم ثم نعطيها نعطيها لفقرائهم لأنه عندنا الفقير لو رأى الغنية في نعيم وهذا النعيم لا يطاله صحيح خلاص هيفكر قال لحاجة يحسد ما حضرتك قلت لنا اللي هي الزكاة تطهير للنفس آه طبعا فبيطهر الاتنين يعني بيطهر صاحب الزكاة وبيطهر المال لا والمحتاج يعني الاتنين بيطهر لا بيطهر من الحسد والحكم صحيح صحيح فسبحان الله يعني هو من الناحياتين مش الغني بيستاد غنى والفقير بيستاد فقر لا هذا مبدأ مش عندنا إحنا حضرتك الفقير عندنا معزز مكرم ودولة الإسلام لا تفرق بين الناس على أعمالهم ماسح الأحزية في العالم المسلم زي أكبر راس فيها ليس هناك التفاضل بين الناس بالتقوى والعمل الصالح ما فيش عندنا هذا ما أخذه الغرب حضرتك مثلا إذا ذهبت إلى انجلترا تجدي مقر رياسة الوزراء تين داون ستريت ده رقم في شارع مش مش مملكة خاصة يعني رقم في شارع فهذه هذا هذا هذه المساواة أو العدل لأن المساواة صعبة المساواة معنا لا يتحقق ليه لأنه لابد أن تتفاوت الأرزاق أما هذا العدل أن يعيش كل واحد حالته فرب العباد سبحانه وتعالى جعل عز الفقير في إغناء العز الغني في إغناء الفقير طب أنا بقى أقف عند النقطة دي قفي حضرتك بتقول لي اللي كله زي بعض آه فالمفروض الغني يععمل الفقير بشكل لائق صحيح ففي حاجة قالها سيد النبي حلو وهي مناولة المساكين الله فعادينا حضرتك تشكح لنا عن إيه مناولة المساكين حضرتك الغني لا يجب أن يستشر أنه صاحب عظمة وأنه صاحب جاه وإن هو المحسن وإن هو صاحب الخير لا هذا يعين أخاه هذا من باب وتعاونه على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم وعندنا المثال الذي حدث مرة واحدة في الوجود مش عارفين نعمله خالص وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين وإخوانهم من الأنصار فكان يقول يا أبو بكر أخوك فلان الفلاني أخوك حتى كادوا أن يتوارسوا كل واحد بقى كده بقى ييجي المرات وقل الله أنت هتأخذ كذا والذي هتأخذ كذا وأخويا فلان سيارس سيارس معي فهذا هو المثال الأول وتعالي بقى سيدنا النبي ستة أميرة النبي يقول إن الأشعريين إن مين الأشعريين مش الأشعرة الأشعرة دي فرق دينية أما الأشعريين عيلة قبيلة يمنية الرسول اللي منها سيدنا مين أبو موسى الأشعري هذا الطيب الكريم يقول النبي إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام وعيالهم أرملوا يعني إيه يعني المحاصيل فيها أصابتها فاقة البلح ما جابش بالح السنة دي كويس الأمح مش كويس السنة دي فالإنتاج قال يا سلام على الناس لما لما يتعاونوا مع بعض إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام وعيالهم مش قادرين يأكلوا أولادهم يعملوا إيه يا ست بقى هذه الشعوب القوية هذه الشعوب اللي متعودش ترمي على دولها اللي يجوع الصبح يقعد يسيب ويلعم في الدولة واللي مكلش كباب وكفت يسيب ويلعم في الدولة واللي مش عارض لا هذا هذه أمور ما يجب على الإنسان أن يقع فيها إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام وعيالهم جمعوا طعامهم البيوت كلها تعمل تجيب اللي عندها اللي عندها زيت تجيبه اللي عندها سمن تجيبه اللي عندها أرز تجيبه اللي عندها مكرونة تجيبه اللي عنده لحمة يجيبها يجمعوا العيلة كلها القبيلة كلها تجمع كل الأكل اللي في البيوت في سوب واحدة ثم يقتسمونه بينهم بالسوية يعملوا ايه يقسموها بينهم بالسوية يبقى الفئر تسوى مع مين ولذلك النبي اداهم منحة ما ادهاشا لزريته عارفه ايه فقال فهم مني وانا منهم فقال في ايه زي ما قال على السيدة فاطمة السيدة فاطمة بضعة مني وزي ما قال على الحسين الحسين مني وزي ما قال على الحسن الحسن مني وزي ما قال على زيد بن حارسة وزي ما قال على سلمان سلمان مننا قال البيت قال مين بقى على مين بقى العشرين قال عليهم ايه فهم مني وانا منهم هنيالهم دول بايه بقى نقدر احنا بقى اعمارة نعمل كده لو قالت لو الحال الاقتصادية بتاعت البلد قالت شوية نتيجة لأي ظروف نقدر كل اعمارة كده يا جماعة اللي عنده اكل حطه نقسمه نمشي السنة دي بس بالحب كده يعني ولكن يا ستة امير احنا عايزين نتعلم من جديد وعايزين نقرأ دلنا من جديد ونفهم قرآننا من جديد يعني يعني الناس اللي بتعمل كده بيبقى من صفاتها المتقين بس ولاي الاوي ان الناس إلا ما نرحل مع غبي عارف يعني ايه يتق الله يعني بنشوف واحد في الشعب بقوله اتق الله اتق الله ادي له حاجة كويسة من بيتك ما تدلوش اي كلام بس هو مش فهم يعني هو بقوله اتق الله يعني خلي منك ربنا يعذبك مثلا ده المعنى بتاعنا تمام بس عايزين نعرف معنى الدين اتق الله يعني اتق الله يعني فعل من الخير ما يحول بينك وبين غضب الله ودخون النار اعمل ايه بقى اعمل الخير الاتقاء يعني حضرتك كده لو في انت تشوفي الافلام القديم لو واحد بيضرب واحد بسيف فبيروح ايه واخده بالدركة عامل له كده يعني صح كده هذا يسمى الاتقاء يبقى الاتقاء منع الشر يعني النفس ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بايه بشقة طمرة يعني ايه بشقة طمرة احبش ان اللغة دي يعني ايه بشقة طمرة بنص بلحاية اه ايه ده اتقوا النار ولذلك السيدة عائش رضي الله عنها لما خبط واحد عليها وكانت قاعدة بتاكل عينب ساعت فلم يتبقى الا حبة عينب واحد او كان بتاكل بلع على بعض الروايات فما فيش في الطبق اللي ايه الا بلحاية واحد فسمعت الراجل بيكلم اللي وخارجله بره بيقول له يعني مسكين بالباب فقيت له خد الطبق وفي قلبه بلحاية او عينباية واحدة يعني فنظر الراجل الى هذه الطمرة كأنه يستقل لها ايه ده يا الراجل ده بلحاية تعمل مع ايه يا اخي البلحاية الطعمية يا مع الجعان عالم واسع اتعام الطعام اتعام الطعام فبيبصلها كده كأنه استقل لها قالت له يا رجل اتستقل له هذه الطمرة فسكت يعني اه قليلة قالت له زن يعني اوزن يعني زن هذه الطمرة وانظر كم فيها من مسقال زرة خيرا يرى انت عددها بالبلحة انا عدها بالايه بالزرة والزرة في اللغة المفسرين القدامة يعني النملة يعني البلحة دي بقى توزن كم الف نملة كل النملة اللي موجود لا يعمل مسكورة اه طبعا انت عارفة دي ورد فيها حديث جميل اول وبرضو في الزكاة وبرضو ايه في الزكاة الناس النهاردة احنا نقول لهم اخرجوا الصحابة في زمن النبي كان يقولوله نخرج ايه مستوعبة اه في فرق ان الاستاذة اميرة تععد بتسمع اه والله والشيخ قال النهاردة كلام حلو انا هعمله وفي فرق بقى ان الاستاذة اميرة معاها الف جنيه فتقول لي يا مولانا قالو انا معايا الف جنيه في بقى ابن الخير اقدر اطلع منه فشايف النفس السابقون السابقون انت ليه تبقى درجة تانية ليه يا مسلم المسلم اللي بيسمع انت راضي عن نفسك تبقى درجة تانية ليه خليك درجة اولى خليك زي ما قالت سيدنا عمر ليه ما نرضى الدنيا الدنيا اللي هي درجة تانية يعني لما نرضى الدنيا في ديننا بص يا سيدت بقى واحنا بباب الزكاة وانت زكرتين الصحابة جم على على النبي وقالوا يا رسول الله هل علينا في الزرع شيء احنا علينا في الزرع ده شيء قال لهم واحد اثنين ثلاثة واحد تاني سأله يا رسول الله طب هل علينا في الجمال شيء قال ما من صاحبي ابل لا يؤدي منها زكاتها إلا بطح لها بطح يعني اتمسك من أفاوة رمى إلا بطح لها يوم القيامة في قاع في بير قرقر مستوى مبلط عشان ما فيش ترابي بأحنين تحته يعني إلا بطح لها في قاع قرقر فتطأوه بأخفافها جماله يا جماعة بتوع الشيخ عالية جماعة بتوع عرب الشيخ عالي اللي على حدودنا مع ليبيا ربنا ينجيهم وهم يحرصوا الحدود مع الجيش هناك فقبائل أولاد علي عندهم جمال يا أولاد علي اللي بتسمعوني اللي عنده خمس جمال مش هيخرج عليهم عجل هيحصلوا الآتي فيبطحوا لها في قاع قرقر فتطأوه بأخفافها الجمال بتاعتك بتدوس عليك بإيه بخفها أنا أسوه إحنا معنا دقيقة معنا دقيقة طيب نيجي بقى سألوه في الجمال فقال لهم سألوه في البقر فقال لهم سألوه في الأغنام فقال لهم واحد قال له هل علينا في الحمر شيء تبعنا عندي حمارة هل علي فيك قال لا أجد فيها إلا هذه الآية تلفز الجامعة فمن يعمل مسقال زراته خيرا يارا اللهم أشهدنا خيرا وأنطقنا خيرا واجعل حياتنا كلها خيرا وسعيد بك يا ست شكرا جزيلا أنا تعيدة بحضرتك ربنا يجزيك خير ويبرك فيك يا رب شكرا جزيلا الله سعيدك يا بنتي ربنا يكرمك حقي حضرتك يعني آخر الكلمات كانت أحلى كلمات ختمنا بيها النهاردة أشكرك شكرا جزيلا أشكرك يا ستاة عميل وأشكر فريق عمل البرنامج شكرا جزيلا كان معنا شيخانة جليل الدكتور محمد حمودة من علماء الأظهر الشريف آخر حاجة حب أقولها لكم وإحنا بنبدي زكاة أو صدقة أو أي حاجة الوجه اللي تعالى في حاجة اسمها مناولة المساكن قال عليها ستنا النبي صلى الله عليه وسلم وإنت بتبدي مسكين ادي له الصدقة في قدي وعه الجنب طب طب عليه قبه بخطه اسأله عن حاله إنت عامل إيه مش تبدي الصدقة وتجلو لأ عرفه اللي أنت بتحبه هو ربنا بيحبه هو حبيب ربنا وإنت بتديره فأنت حبيب ربنا وإنتوا دي اتنين حباب ربنا عز وجل فعودوا تقعدوا تكلم معاه اقبروا بخطه وربنا عز وجل وقلوا عطول ربنا ذكروا بالنولى عز وجل هو هيردى وإنت هتردى وربنا هيغموكو برحمته سبحانه وتعالى فمناولة المساكن طقي نيتة السوق بيما قال ستنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رب نتجمع دايما على حبه صلى الله عليه وسلم ونشرب من يده الشريفة شربة ماء لا نصبأ بعدها أبدا أشكركم شكرا جزيلا شكرا حتى أجي على خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى شكرا جزيلا لك